موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى أخباري الظاهيرة موضوعنا لنهاري اليوم شبكات السقي الفلاح ودور الدوان الوطني للسقي وصرف المياه في تجسيد برنامج المليون هكتار مسقي فما هي القدرات والإمكانيات المسخرة لتجسيد البرنامج الطموح وهل الدوان يتوفر على الإمكانيات المادية والبشرية للتجسيد الفعلي والأمثل للبرنامج سنتحدث كذلك عن أهم مشاريع وأولويات الدوان وما هي أبرز العقبات والتحديات التي يسعى الدوان إلى تجاوزها ورفعها وتدليلها ونقاط أخرى للنقاش ساعة مشاهدنا الكرام نتطرق اليوم إلى الدوان الوطني للسقي وصرف المياه أهميته في السياق الاقتصادي الحالي الذي تعد الفلاح ورفع المساحات المسقية أكثر من ضرورة سنفصل في مشاريع الدوان وأين وصلت عمليات تجديد شبكات السقي الفلاحي العصرنا تحديث أسليب الري ما نصيبها ونقاط أخرى للنقاش مع السيدة أدربال وهو المدير العام للدوان الوطني للسقي وصرف المياه شكرا جزيلا سيدي على تلبية دعوة برنامج أخبار الظاهرة شكرا على الاستضافة والتحية لكل المشاهدين الكرام بداية سيدي نتعرف على هذا الدوان ما هي المهام التي يطلع بها الدوان الوطني للسقي وصرف المياه هو مؤسسة عمومية ذات طبع صناعي وتجاري يكل للدوان الوطني تسير واستغلال المحيطات المسقية الكبرى والعلم أن الدوان الوطني للسقي وصرف المياه يسير ما يفوق 220 ألف هكتار متربع على كل ربع الوطن المساحات المسقية الكبرى كذلك يسير يقوم بإنجاز مشاريع لصالح وزارة الموارد المائية العلم بالطبع هو مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الموارد المائية بالإضافة إلى ذلك يقوم الدوان الوطني للسقي وصرف المياه بمرافقة وتوفير الدعم التقني للفلاحين على سبيل المثال يوفر كل ما هو مهم لعملية للفلاح من بيع أنظمة الساقي أسميدة وهذا كله من أجل خلق علاقة ثقة لأن العلاقة بين الديوان والفلاح ليس علاقة تجارية بحتة هي أكثر من ذلك وأبعد من ذلك هي علاقة لكسب الثقة حتى نتقدم ونحق الهدف المرجوة من ذلك نعم سيد يوم بين الأهداف المرجوة من هذا الديوان المشاركة والمساهمة بصورة مباشرة وفعالية وضرورية في تجسيد برنامج المليون هكتار مسقي الذي أقره رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب وزارة الفلاحة ما الذي تقومون به لتجسيد هذا البرنامج الطموح جدا شكرا سيدة الكريمة برنامج المليون هكتار الذي أقره برنامج فخامة رئيس الجمهورية هو يعتبر خيار استراتيجي للسلطات العمومية ممثلة في وزارة الموارد المائية وكذلك في وزارة الفلاحة والتنمية ريفية وصيد البحري هذا البرنامج الذي انطلق واعتمد كمقياس سنة 2013 حيث كانت المساحة المسقية ما يقارب المليون ومئتين ألف هكتار وتقرر على أنه يكون في برنامج فخامة رئيس الجمهورية زيادة مليون هكتار مع حلول سنة 2019 هنا أشير إلى أن البرنامج هذا يتطلب تنسيق كبير بين الدائرتين الوزاريتين الموارد المائية والفلاحة وهذا الشيء لتجسد مؤخرا عدة مرات بما فيها لقاءات برئاسة المسؤولين الأولين على القطاع معالي السيد الوزير الموارد المائية وكذلك وزير الفلاحة والتنمية ريفية وصيد البحري وكذلك تم ترجمته من خلال القيام ببراءة تجمعات جهوية برئاسة الأمينين العامين لكلتا الوزارتين هذا يخلق ديناميكية لتجسيد هذا المشروع على سبيل المثال تم كبرنامج مسطر أوكل لوزارة الموارد المائية إنجاز وتوسيع المساحات الفلاحية ب376 ألف هكتار أما حصة وزارة الفلاحة فتكون 624 ألف هكتار هذا المشروع الذي يجسده يمشي بخطة ثابتة والحمد لله أن الوزيرين يصهروا على متابعته بشكل دوري نزلوا حتى للولايات من خلال التجمعات التي ذكرتها ومن خلال اللقاءات التي تمت بين وزيري القطاع بحضور كامل الإطارات نعم سيد دربال تم مؤخرا رفع التجميد عن مشاريع قطاع الموارد المائية كيف يمكن أن يستفيد أو ما هي الإضافة التي قدمها رفع هذا التجميد للقطاع بصفة عامة ممثلا في الدوان كيف يمكن أن يستفيد الدوان كيف يمكن أن يستفيد الرية الفلاحي من رفع التجميد شكرا سيدتي الكريمة حقيقة رفع التجميد بالنسبة للدوان الوطني اللي سقي وصرف المياه الرية الفلاحي كان خيار استراتيجي من أجل تنويع المداخيل بخلاف البترول نعم نظرا للظروف الاقتصادية اللي مرت عليها مش الجزائر فقط ومش المنطقة العالم كله من خلال التغير انتع المحروقات التجميد لم يمس المشاريع اللي تمس الرية الفلاحية لكن أقول لكن كان ممس خاصة المشاريع المتعلقة بالتطهير وهي إنجاز محطات التصفية محطات التصفية لها دور كبير في توسيع الرقعة الفلاحية لماذا؟ لأن الجزائر تعتبر من بين المناطق المتواجدة حسب التصنيف العالمي المناطق متواجدة في مناطق جافة أو شبه جافة والمورد المائي نعاني منه نقص في الجزائر في البلاد هنا إذن السلطة العمومية ممثلة في وزارة المورد المائية ارتكزت على محورين اثنين لمجابهة هذا النقص في المورد الحيوي هذا المحور الأول هو تعميم استغلال استعمال أنظمة السقين مقتصدة للمياه نعم سنعود لهذه النقطة بالتفاصيل فيما بعد سيد دربان نبقى في رفع التجميد عن مشاريع القطاع وكيف يمكن أن يستفيد الرية الفلاحية سيكون مباشرة أكثر عندما نرفع التجميد عن مشاريع إنجاز محطة تصفية محطة تصفية هي موجودة في البرنامج بيش تعطينا كمية ماء مصفات بيش نعاود ونستعملوها نستعملوها في عملية السقي إذن مدام كان محطات تصفية رح تنجز وهذا الشي اللي كان الحمد لله بعد المجهودات الكبيرة اللي قامت بها الوزارة الوصية تم رفع التجميد إذن هذه المياه اللي رح تنتجها هذه المحطات رح تعاد استعمالها في توسيع الرقعة الفلاحية واضح جدا هل الإمكانيات المالية التي توفر عليها الدوان تسمح له للقيام بالمهام التي يطلع بها والمنوطة به كذلك شكرا سيدتي الكريمة احنا بالنسبة لنا الوزارة الوصية تدعمنا بشكل مباشر وغير مباشر بشكل مباشر من خلال تقديم الفرق في التكلفة كونبونساسيون طريفار بسكو حنا بالنسبة لنا نبيع المتر مكعب من الماء مدعم لأنه الأسعار المياه الماء الفلاحي هي محددة إداريا بثنين دينار وثنين فصل خمسة دينار عندنا الفرق في التكلفة هذا ناخده لكن يبقى الدعم هذا نسبيا ما يقدرش يغطي كل تكاليف والمصاريف نروحوا في الجانب هذا نتكفلوا احنا في الديوان باش نخلقوا موارد أخرى من بين المشاريع لديوان أنجزها تحت وصاية وزارة الموارد المائية وكانت بتوصية من وزارة الموارد المائية في سنة 2014 الشروع في إنجاز مركب صناعي فلاحي بيتوكورت بإنتاج البواكير هنا في المشروع هذي لسمحتي لسيدتي الكلمة هذا المركب الصناعي الذي كان محل زيارة الوزير القطاع ما هي الإضافة التي يقدمها هذا المركب سيد دربال نعم كان محل زيارة سيد الوزير الأسبوع الماضي بولاية وارقلا هذا المركب تم بتوصية من وزارة الموارد المائية نحن كما تعرفين متواجدين مجموعة من الآبار العميقة نعم اللي فيها المياه حارة لفراج ألبيان وين تكون درجة الحرارة ستين فما فوق درجة نعم هذه المياه كانت من أجل الفكرة هذه تعوزات الموارد المائية كانت من أجل إظهار الفائدة من هذه المياه الحارة أن المياه الحارة لا تستعملش في درجة حرارة عالية لا تستعملش غير في السقي فقط لا نستعملها كطاقة حرارية نظيفة طاقة متجددة كيف ذلك؟ حنا عندنا اليوميلتي شابال هذا بيوت بلاستيكية تمت بالشراكة في إطار برنامج الشراكة مع شريك إسباني وبحضور السفير الإسباني في سنة 2013 تم إنجاز هذا المركب نعم من أحدث تقنيات بأحدث تقنيات المركب هذا من وش يتكون يتكون من دسار بيوت بلاستيكية فيها نظام تدفئة بالمياه الحارة نعم يقوم تسخينها بالمياه الحارة بدون استهلاك أي طاقة هي طاقة متجددة نعم طبيعية وزراعة تكون خارج الطربة داخل البيوت البلاستيكية إذن عندنا كذلك هنا أن نحافظه على لنا بتاعنا طبقة المياه أنها ما تلوتش نعم وكذلك يكون عندنا منتوج خالي من كل الأسمدة اللي يمكن تضر بالإنسان نعم هذا المركب كذلك من بين الجوانب المهمة فيه كثير هو طاقة تنتعى الإنتاج تكون كبيرة جدا نعم هل من تفكير في توسيع هذا النموذج وهذا المشروع وهذه الفكرة إلى ولايات أخرى تتوفر على هذه المياه الحارة كما ذكرتم سيد دبال هناك فكرة أنه إنجاز مشروع آخر في ولاية الواد شرعنا فيها والوزارة رأي تشجع فينا والسيد الوزير رأي يتبع في الأمر هذا أول بأول خاصة المشروع الأول لكما قلت نرجع له أنه أنظينا عقد للتصدير وهذا شيء مهم لأنه هنا تصدير ومن بين الأهداف للمشروع هذا هو كذلك جلب المستثمرين على المستوى الوطني لما لا لجعل المنطقة هذه يعني بالفعل تكون قطب اقتصادي بامتياز لأنها ما هيش غير فيها الفلاحة فقط فيها الفلاحة فيها التكوين يعني ممكن يكون تربص الإطارات في الجامعات ولا في التكوين المهني يعني هذا أبعد من أنه يكون مشروع عادي بالصناعات التحويلية والصناعات العيدائية كذلك بالضبط وخاصة أنه في إطار المشروع هذا كان برنامج لتكوين الإطارات وكانوا تقريباً كلهم من أبناء المنطقة في الجنوب هناك يعني تكونوا في إسبانيا وكان مرحلة تكوين كذلك في داخل المركب يعني بالفعل مشروع نتمنى أنه يوصل الأهداف والغاية التي خطتها الوزارة الوصية اللي نأمل بش نصل لها هنا نعم سيد ربال فتحت الآن نقطة مهمة متعلقة بالتكوين التأهيل وتعزيز القدرات هل الإمكانيات هل العنصر البشري الذي يشتغل في قطاع الرأي وتابع للدوان بصفة مباشرة وغير مباشرة استفاد من دورات تدريبية تأهيلية استفاد من تعزيز القدرات وتكوين في مجال الري واقتصاد المياه سيد ربال أكيد أنه إلا كان تأمل للتطوير تأمل للتقدم تأمل لتحقيق الأهداف أكيد لا يمكن تجاوز عنصر التكوين عنصر التكوين جانب مهم أخذا نصيبه في برنامج الديوان الوطني لسقي وصرف المياه شيء اللي لا نقدره نتجاوزه خاصة أنه عندنا عقود نجاعة تربطنا مع مؤسسات تكوين نذكر على سبيل المثال المدرسة العليا للموارد المائية بوهران عندنا عقدة معها نكون الجانب التقني مثل الجانب الإداري الإطارات الإدارية والتقنية مع بعض كذلك عندنا المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز بقصر البخاري الأمدية عندنا عقد نجاعة وكذلك عدة عقود أخرى كذلك أثناء إنجاز المشاريع الموكلة إلينا عندما تكون هناك تجهيزات خاصة تعمل بأنظمة خاصة بتقنيات خاصة نشترط في هذه العقود أنه يتم تكوين الإطارات حتى لا يكون كاين تباعية في استعمال هذه الأجهزة ولذلك جانب التكوين شيء مفروغ منه لازم يكون مأمن بالنسبة للإطارات التانية نعم تأمين الإطارات سيد دربال لمجابهة أي تحدي متعلق بالأجهزة العتاد التقنيات أصبح أكثر من ضرورة في ظل الاعتماد على تقنيات مقتصدة للمياه وهو التوجه العالمي ما هي الخطة ما هي المنهجية ما هي التدابير التي تعتمدونها لتجسيد هذا النمط وهذه النوعية في توزيع المياه سيد دربال الأنظمة المقتصدة للمياه خاصة في ظل شح المياه نقص المياه أحيانا وتذبد بسقوط الأمطار كذلك شكرا جانب مهم سؤال مهم كما قلت أن السلطات العمومية ممثلة في وزارة المورد المائية ارتكزت على محورين لمجابهة نقص المورد المائي المحور الأول هو تعميم استعمال أنظمة السقي المقتصدة المياه هذا خيار استراتيجي لا ما فر منه نعم لأنه للعلم أنه باستعمال أنظمة مقتصدة المياه يمكن أن ينزيد الرقعة الفلاحية بثلث بنفس الكمية يعني بنفس الكمية نزيد ثلث إلى استعملت أنظمة مقتصدة المياه نعم لذلك هنا أنظمة المقتصدة المياه هنا في المشاريع التي نجزوها كل بتوصية من وزارة المورد المائية أنه نشطرته نظام نظام السقي المطبق في المحيط يعني يكون بالرش المحوري أو بالتقطير حتى نتمكن من سقي نفس المساحة بأقل كمية أو بنفس الكمية نسقي مساحة أكثر إلى أي مدى يتم تعميم هذا النمط وهذا النموذج في أراضينا المسقية سيد دربال إلى أي مدى يتجاوب الفلاحون مع هذه التقنية وهذه الأنظمة المقتصدة للمياه لاتكفل بهذا الهدف و لبلوغ هذا الهدف هذه نقطة متعلقة بالقطاعين وزارة الفلاحة و وزارة الموارد المائية ولذلك حناية وزير الموارد المائية تم إنشاء في كل المحيطات لسيرهم الديوان تم إنشاء لجنة لمتابعة حملة السقي يطرقصها مدير الموارد المائية بالولاية بحضور ممثل مديرية الفلاحة بحضور الغرفة بحضور ممثل جمعية السقيين بحضور يعني بحضور كل الفاعلين في القطاع الرأي الفلاحة من خلال الليجان هذه المتواجدة على كل المحيطات يتم يتم تسطير برنامج وإدخال عن أنظمة سقي مقتصدة للمياه تدريجيا وأحيانا تكون تعليمات صارمة للفلاحين من أجل استعمال لأنه اليوم ما عندناش خيار لازمنا باش نجابه هذا الشح في المورد هذا لازمنا نروحه نخطه ونسيره ويجب النس كلها كما يقول تنخرط وتتجاوب في هذه الخطة لكن هذه الخطة بحاجة إلى إمكانيات بحاجة إلى عتاد بحاجة إلى تجهيزات بحاجة إلى تكوين الفلاحين كذلك سيد دربال أؤكد لك سيدتي أن التجهيزات متواجدة وحتى المستوى الوطني أصبح منتوج وطني ينتج أنظمة السقي المقتصدة للمياه كذلك التكوين الديوان موجود المعاهد التابعة لوزارة الموارد المائية موجودة المعاهد التابعة لوزارة الفلاحة موجودة كذلك هناك هناك صناديق دعم هناك برامج دعم للفلاحين خاصة في وزارة الفلاحة من أجل خاصة استعمال هذه الأنظمة المقتصدة المياه إذن كل شيء متوفر يبقى فقط هو التحسيس والعمل الجواري مع الفلاحين وإحنا بكل صراحة كان تجاوب من الفلاحين وخاصة الغرف الفلاحية ومدرية الفلاحة تم التجاوب بيننا ونطبقه في البرنامج هذا تدريجيا وإن شاء الله الوطيرة ستزيد شيء نعم ما هي أولوياتكم سيد دربال بالنسبة لتطبيق هذا البرنامج الطموح المتعلق بمليون هكتار مسقي في الشق المتعلق والخاص بالدوان هل تعتمدون على الولايات النموذجية الفلاحية هل معياركم هو المساحات الفلاحية وحجمها وتسارقاتها أم نوعية المنتوج في حذ ذاته ما هي المعطيات والمدخلات التي تحدد إذا ما كانت هذه الأراضي تسبق غيرها من الاستفادة من هذه الأنظمة ومن السقي الفلاح السؤال المهم الاعتبار الوحيد هو اعتبار تقني وتوفر كذلك المورد المائي أينما توفر المورد المائي وكانت الأرضية خصبة بإذن الله يكون المشروع ذا أولوية ذا أولوية لأنه نحن تجسيد أي مشروع تكون دراسات وقبل الدراسات يجب أن يكون الموبيليزيزيون دلالي سورس يكون توفر المورد المائي إذا ما كانت توفر المورد المائي تقدرش الدير موحيط إذا توفر المورد المائي نمشي نشوفه الطربة نشوفه نوعية الطربة المحاصيل الزراعية كذلك المحاصيل الاستراتيجية لبلاد وشي وشي للطبق هذه عدة عوامل يتم كامل نخذها بعين الاعتبار من أجل تجسيد المشاريع لأنه بكل صراحة بالنسبة لوزارة المورد المائية أو بالنسبة للديوان أو بالنسبة لأي جهة ما كانش فرق بين منطقة وأخرى الأفيض للجزائر نديره وربما هذا سؤالي كان فيه سؤال آخر ضمني أنه بعض الفلاحين في كثير من الأحيان يشتكون من هذه النقطة يعني المساحات المسقية واستفادتهم من حصتهم بالنسبة للريء الفلاحي هذه النقطة يتسألوا ما هي الأسباب ما هي الاعتبارات ما هي الدوافع التي تجعل منطقة تستفيد دون أخرى فلاح يستفيد دون الآخر أجبت الآن أن المورد المائي الدراسات نوعية التربة المحاصل الزراعية هي المحددات إلى جنب هذه النقاط فيه نقاط أخرى يتم إدراجها أو تأخذها بعين الاعتبار سيد دربال صدقيني يا أختي الكريمة أنه بالنسبة للاختيار في إنشاء المحيطات ما كان حتى اعتبار آخر غير الاعتبارات التي تكلمت عليها ما كانش اعتبار آخر نعم الاعتبارات هي تقنية بحتة واستراتيجية استراتيجية لبلاد أحيانا نشوف أن الجزائر محتاجة إلى الكولتور برأسامل هذه إحنا وين نشوف وتصلح حاجة استراتيجية لبلاد نمشي ولها مع توفر المورد المائي يعني تشوف المردودية على المشروع وإن شاء الله نقوله خير الجزائر كبير إن شاء الله يعب مع البلاد كامل بإذن الله الفلحة أخذت نصيبا وحيزا معتبرا شكرا سيد دربال من نظام بني هارون خاصة ما هي الإضافة اللي يقدم هذا المشروع شكرا سيد سؤال مهم نظام بني هارون مفخرة الجزائر مفخرة وزارة المورد المائية يدخل ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية هذا البرنامج الضخم نظام الضخم اللي يجسد إرادة الدولة في التكفل بانشغالات المواطنين خاصة في الماء الشروب وكذلك الرئي الفلاحي والسقي والأراضي الزراعية خذت نصيبها من هذا البرنامج حيث أن هذا البرنامج لعلم كافة المشاهدين المواطنين أنه الوزارة الوصية دارت برنامج بشكون يتسقى قرابة 41 ألف هكتار من نظام بني هارون هناك